الحقيقة إنه وإحنا بنتكلم على النقاط المثمرة والخطوات الإيجابية لازم نتكلم عن السياحة واللي إحنا بنشوفه بيحصل السنة دي في السياحة في مصر ده شيء يفرح وإحنا بنتكلم عن الاقتصاد وبنتكلم عن التمويل وبنتكلم عن المشروعات السياحة هنا هي الحقيقة تحقق كل هذا لأنه لما بنشوف المجال السياحي على وجه التحديد مؤخرا ما بقاش بيعدي علينا شهر غيره بنشوف نموه ملحوظ في أعداد السياح الموجودين اللافت الحقيقة كمان إنه بقى عندنا دايما المشاهير في كل المجالات موجودين وبيقضوا أجازاتهم في مصر وده مهم لأنه ده بيعكس صورة للعالم براقة عن مصر صورة جميلة صورة مفرحة عن السياحة في مصر سواء السياحة الشاطئية سواء الناس بتروح تشوف أثار والأهرامات والأسر وأسوان حتى إنه السياح بقوا بينزلوا المناطق اللي ما كانوش بينزلوها قبل كده ويتعاملوا مع الناس في الشارع ويشوفوا الأكلات وكل ده لما بينتقل للسوشيل ميديا والمشاهير وتتحدث عنه المجالات العالمية والمواقع العالمية بالتأكيد لي عائد وعائد كويس جدا على السياحة المصرية اللي أكيد كل بيت في مصر بيتأثر بأنه عوائدنا من السياحة تزيد خلينا دلوقتي يكلمكم عن الأسطورة بيب جوارديولا اللي موجود في مصر طبعا المدير الفني لنادي منشستر سيتي واللي وصل مصر فيه أجازة هتكون لمدة أسبوع طبعا هو جاي يحتفل بقى ويتبسط بالثلاثية اللي حقاها وفاز بدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكاس رابطة الأندية الإنجليزية فجاي ياخد خمسة أيام أجازة في مصر هيروح بقى يشوف أشهر المناطق الأثرية في مصر أكيد عنده برنامج للزيارة يروح للأهرامات هيروح متحف الحضارة هيروح كمان لأسر وأسوان علشان يشوف كل الأثار اللي موجودة هناك والحيانه أكيد عنده جولة خلال الخمسة أيام دوله هيكونوا مهمين جدا تقريبا أنه تم إهداء قطعة فنية عبارة عن مجسم لقناع الملك توت عن قامون احتفاء بزيارته لمصر